تحية طيب مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص الذي نناقش من خلاله خلفية وأبعاد برنامج المصالحة الذي أطلقته مؤخرا المندوبية العامة لإدارة السجون لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب البرنامج حسب المشرفين عليه لقي تجاوبا كبيرا من قبل السجناء المستفيدين وتطورا ملحوظا على مستوى تمثل الذات وفهم واستيعاب النص الدينية ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة من أجل مناقشة هذا الموضوع نصدف اليوم الأستاذ مصطفى الفراخي أنتم مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم مساء الخير السادة الكريم مساء الخير كما يشارك معنا أيضا في هذا البرنامج الأستاذ المصطفى الرزرازي أنتم أستاذ إدارة الأزمات ومختص في سيكولوجية التطرف أهلا بكم أستاذ كريم أهلا أستاذ وأخيرا وليس أخيرا أستاذ عبد الرحيم منرسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني مساء الخير أستاذ كريم أهلا أستاذ أهلا بكم جميعا في هذا البرنامج قبل بدء النقاش مشاهدين الكرام نقترح عليكم مشاهدة الجزء الأول من هذه المادة التي تم إعدادها حول برنامج المصالحة لنتابع مصالحة برنامج أطلقة مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج من أجل تأطير النزلاء المتابعين في ملفات التطرف والإرهاب مصالحة تجربة فريدة من نوعها تختلف عن كل ما سبقها وطنيا وعالميا لأنها متكاملة الأبعاد متعددة الاختصاصات والأهداف يجب أن تعلموا أن هذه التجربة التي نقوم بها الآن هي تجربة فريدة من نوعها لا ذا بلادنا ولا خارج بلدنا تجربة وضعت في مقام أول تحقيق مصالحة بين ضحايا الفكر المتطرفي والنص الديني مداخل الاختراق هي مدخل تحريف من مدخل الغلوب أو انتحال المبطلين إضافة أمور ليست من الدين أو تأويل الجاهلين ولكن الحاجة ستدعو أيضا إلى البحث في دواخل هؤلاء الذين تشبعوا بتطرف عن إنسانيتهم لتحريرهم من متاهات الغلوب قبل أن نكونوا مسلمين نحن إنسان أبناء آدم مقابل الدين كان أيضا خطرة وهذا هو المدخل الذي تجعل المسلم إنساني وعالمي كتعرفوننا في تاريخ المغرب كانت ما يسمى بالمصالحة الدولة كانت تسالحت مع الناس اللي كانت خطأت معهم في السينات والسبعينات ده بالعكس الناس اللي تتاكبوا عمليات إرهابية وننخرطوا في الإرهاب وما بغوا يتسالحهم المجتمع دينهم بين الأحلام والأوهام يستقطب الشباب بدعوى الحاجة إلى تطبيق شرع الله حتى وإن كان هؤلاء جاهلين بشروط هذه القاعدة الشرعية التي تفرض معرفة باستعمال لغوي وإلماما بالواقع وبالوحي السياقي وإحاطة بالرؤية الكلية والمقاصدية ثم تملكا للكفايات والمهارات أما دون ذلك في إقامة شرع الله تقدر تكون خاصة قطعة واحدة مكون واحد إلى ما كانش عندك دراية بالهندسة الكلية لإقامة شرع الله وكيف يقام سمع القيسي فحصر الحكم في إقامة الحدود والدعوة إلى تطبيق شريعة واستسهار الأمر عنوان على طمس البصيرة وعلى جهل بمقاومات المصلحة العامة التي تتحقق في حفظ الأبدان والأديان والعقول والملكية والأعراض بتوازن مع الدراية بالهندسة الكلية ورط الإمكانيات المادية والبشرية بما يسمح بضمان حفظ المصالح الضرورية وتحقيق السعادة التي يستعين بها المجتهد لمعرفة حكم الوقائع والتوفيق بين الأدلة إذن كما تبعنا كان هذا الجزء الأول من هذه المادة التي تم إعدادها حول برنامج المصلحة هنا بك مجددا أستاذ الفراخي نبدأ معك حتى نفهم ونضع الأمور في سياقها كيف جاءت فكرة هذا البرنامج ولماذا الآن بالتحديد شكرا أولا على الاستضافة برنامج مصالحة الذي أعدته من دبيا العامة لإدارة سجن وإدماج لابد دم التوضيح أنه لم يأتي بشكل مرتجل أو بشكل عرضي وإنما جاء نتيجة تراكمات مهمة جدا وفق مرجعيات أساسية أولها أنه يدخل ضمن اختصاصات البخوة المدوبي العامة تبقى القوانين المنظمة فيما يتعلق بتهيئ سجن الإدماج وهو الضور محوري بالنسبة للمدوبي العامة لإدارة سجون النقطة الثانية وهو أن المرجعية الأساسية في بروراتها هذا البرنامج والبرامج الإصلاحية بشكل عام تستمد من توجيهات الملكية على مستوى تحقيق عدالة جنائية ناجعة وعلى مستوى مواجهة ومكافحة التطرف والإرهاب وفق أبعاد تروم أولا الاستباقية والجانب الوقائي على المستوى الأمن وأيضا تأهيل الحق الديني وأيضا إعمال مشاريع تنموية واجتماعية تنهض بالفرض داخل المجتمع المحور الثالث أو المرجعية الثالثة وهي الاستراتيجية التي وضعت للمدوبي العامة على مستوى إدارة المؤسسات السجنية والتي تستند بالإضافة إلى المرجعية الحقوقية والقانونية كمستجد إلى المرجعية العلمية في برورات البرامج خاصة البرامج الإصلاحية والتهيلية كلها يعني موطيات تشير إلى أن إعمال هذا البرامج وإيداده يدخل ضمن الخصيصات المخاول المدوبي العامة ووفق واحد نسق تطوري مهم جدا ويؤدي حتما إلى تفعيل برامج تشكل طفرة ناوية على مستوى معالمة السجنة هذه نقطة الأولى ثم سؤال كما قلتم لماذا هذا البرنامج مصالحة هناك مبررات ودواعي خلينا نقول دواعي موضوعية أولها أغلب هؤلاء السجنة المدنون بعقوبات سالبة للحرية هناك حتمية الإفراج عنهم وبالتالي العود إلى المجتمع ومع ما يحتمله الأمر من خطورة العود إلى الجريمة خاصة الجريمة الإرهابية وقد تبت في عدد من الدول أن مجموعة من المعتقلين السابقين عادوا إلى ارتكاب إرهابية بمساويات أخطر حتى في المغرب ما بين العام 2003 و2007 الدافع الثاني الموضوعي وهو بالنسبة لتأهيل هؤلاء السجنة داخل المؤسسات السجنية أمر واجب لأن في تأهيلهم رسالة قوية من داخل السجن وخارج السجن على أن من وقع في التطرف العنيف والإرهاب صحح مفاهمه صحح أفكاره وانخرط في برنامج تأهيل إصلاحي وفي ذلك رسالة قوية الغير على أنه طريق التطرف طريق مظلم ويؤدي حتما إلى الهلاك لماذا كلمة مصالحة؟ لماذا ليست مثلا حوار أو كلمة أخرى؟ لماذا تقفز على كلمة مصالحة؟ سأجيبك لكن دعني أتممي الدوافع وهذه مسألة مهمة جدا الدافع الثالث وهو إدانة هؤلاء بعقوبة سالبة الحرية لا يعني إلغاؤهم وعزلهم عن المجتمع أو عن الحياة العامة بشكل عام لأن في ذلك انغيماسهم أكثر في التطرف وتبرير غير مباشر لمشروعيات ما يحملنا من أفكار متطرفة وهدامة أيضا يمكن أن يكون لذلك أترسل بحتى على المساوى المحيط الأسر لهذه الفئة أو بالتالي يجب انخيراتهم في برامج تأهيلية وإصلاحية من هذا القبيل ثم الدافع الآخر وهو مهم أيضا وهو خطر استقطار ضخي السجون وتبت ذلك في عدد من الدول مكافحة هذا الخطر المحتمل والوارد جدا يجب مواجهته ببرامج تأهيلية إصلاحية وهذه مجموعة الدوافع التي كانت أساسية لإعمال هذا البرنامج وإعداده سؤالكم الثاني وهو لماذا المصالحة مفهوم هذا البرنامج أولا يستند إلى ثلاث مستويات أساسية أو محاور أساسية أولها المصالحة مع الدات وقد تبت أن من خلال مجموعة من الدراسات أن هذه الفئة من السجناء تعيش إشكال الهوية الداتية والرغبة في الانتماء إلى جماعة أو كيان يحقق من خلاله ذاته ولو كان يشكل خطورة بالنسبة للمجتمع ثم هذه المصالحة مع الدات جاءت لتصحح هذا المصار والمفهوم المصالحة ليس لا يجب اختزاله في المدلو اللغة وإنما في بعده الإصلاح والسهيلة ويتضح ذلك جريعا على المصالحة مع الدات ثم أيضا ينصرف نفس التحرير على المصالحة مع النص الديني بحيث أن التأوي الخاطئ للنص الديني يؤدي إلى حمل أفكار متطرفة تؤدي إلى العنف إلى الإرهاب إلى المواجهة العنيفة بدل المواجهة الفكرية ثم أيضا المصالحة الثالث وهو مهم جدا وهو المصالحة مع المجتمع باعتبار أن هذه الفئة من السجناء أو من المدانين يعانون بما يسمى من الظلم الاجتماعي من الهشاشة الوجدانية من الهشاشة الاجتماعية سنتين هذا المحاور بتفصيل فيما بعد إذن الأساسيات في وضع هذا البرنامج تستاني لهذه المحاور الثلاثة الأساسية ومفهوم المصالحة لا يجب أخصصه في مدلوله اللغوي إنما في مدلوله الإصلاحي وستد رزرازي توصف بأنها تجربة فريدة من نوعها على المستوى الوطنية الإقليمي والعالمي أيضا لماذا؟ ما الذي يميزها عن البرامج السابقة والتجارب التي شهدتها دول على المستوى الإقليمي دول عربية أيضا شهدت مثل هذه التجارب في السعودية في مصر مثلا ما الذي يميز التجربة المغربية تجربة برنامج مصالحة؟ نعم أظن أن هذا البرنامج بالفعل هو يتميز وينفارد داخل السياق الأول الوطني أنا اعتبر أن المغرب داخل يعني حاول منذ سنوات يعني تجارب للتواصل مع سجناء المتابعين أو نزلاء المتابعين في إطالة ملفة تطرف والإرهاب من خلال المراجعات من خلال الحوارات الآن المعطى الإحصائي مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية أي داعش بما يعني يفيد من وجود مئات من المقاتلين المغالبة الذين ذهبوا إلى سوريا أو الذين اعتقلوا ضمن خلايا داخل المغرب مستوهم دراسي مستوهم اجتماعي يعني لا يتطابق مع آليات المراجعات على اعتبار أنهم ليسوا شيوخ ليسوا منظرين هم أشخاص يعني مستوهم دراسي بالابتداء إلى الثانوي إذن هذا اقتضاء تفعيل برنامج يشمل المصاحبة والتأطير والتأهيل من أجل إعادة الإدماج وليس فتح حوار على اعتبر أن المستوى الديني لهم الفكري هو دون ذلك الجانب الثاني هو أن هذا البرنامج الذي يشمل مقاربة دينية فكرية مصاحبة نفسية مقاربة تأطير حقوقي وقانوني مقاربة تكوين سوسي ومهني ثم متابعة يعني لما بعد ذلك هو يتميز أيضا داخل السياق الإقليمي والدولي لا اعتبر أن كل تجارب يعني حتى إذا أردنا مثلا تجربة مناصحة سعودية أو تجربة هدايات بالإمارات أو حتى تجربة دنمارك أو حوار في مصر أو تجربة البريطانية أو الإسبانية كلها تجارب اقتصارت أو انحصرت إما على الجانب الديني أو أنها حاولت أن تقتبس آلية تأطير مجرمين المتابعين في ملفات الإدمان أو المتابعين في ما يسمى الجريمة المنظمة وتسقطه على الظاهرة الجهادية ولم تعطي أكلها في مجموعة الدول تجربة مصالحة المندوبية قامت في تقديري بالإعداد للمصطلح للمفهوم أولا لأكثر من سنة ثم الاشتغال على البرنامج لأكثر من ثلاثة أشهر شملت أكثر من 22 اجتماع بيداغوجي قبل إعلان البرنامج فأعطى مضمون كلي يشمل كل الاحتياجات التي يعيشها يعني النزيل يعني من أجل أولا تغيير فكره أو ما يسمى بآلية التنافر المعرفية ثم تغيير الوجدان ثم تغيير السلوك ثم نقله إلى عتبة ليس فقط تنكر للأفكار القديمة ولكن امتلاك القدرة على الدفاع على القناعات الجديدة يعني هذا يعني القدرة على هدم المفاهيم يعني بناء أولا يمتلك السابقة التي كانت ضحية لها يعني يعرفها جيدا أكثر من قبل حتى ثم قادر على هدمها حتى لا يقع في شراكها مرة أخرى وحتى يلعب دور أيضا في يعني التحسيس داخل سوف نقعة أستاذ أستاذ مانار يعني بالنسبة إليكم ما هي الأهمية التي يكتسيها هذا البرنامج برنامج المصالحة في سياق تعاطي الدولة المغربية مع الظاهرة الإرهابية عموما أولا غير أن نوضعه في سياق ما كان يروش رأى واضح من خلال البطاقة اللي قامت بالإعداد ديالها المندوبية أن الأمر لا يتعلق بمراجعات فكرية ما هي حوارات هو عبارة عن برنامج بمعنى هذا المصطلح دقيق إلا وضعناه كالقوبي أنه كالعديد من التجارب في العالم مثلا كنا جربا ديال برنامج ديالباكستان الذي يسمى شعاع الفجر اللي كان فيه بعض الملامح الاشتغال مثلا على هدف فئة ديال المتطرفين ثم كان برنامج بريطانيا اللي كي تسمى الإشراك القصري للمتطرفين العائدين والذين قام بإدماجهم في المجتمع كالعبو دور ثم كان البرنامج ديال أوروبا الشمالية ضم مركب الخصوص الذي يسمى برنامج الإغاثة الاجتماعية هذه يمكن نقول برامج في العالم العربي كانت تجارب جريبة السعودية القطرية أيضا جريبة ديال ليبيا جريبة المصرية السودانية وأيضا جريبة الموريطانية ولكن لماذا نقول بأنه برنامج فريد أولا فريد من حيث الطريقة التي يوضع بهذا البرنامج كما قال الأستاذ راك كان اختصاص ديال المندوبية هذا الاختيصاص سيتوضع من داخله برنامج بمرجعية مغربية الهدف دياله وهو داخل ضمن استراتيجية محاربة العنف والتطرف بمعنى ضمن هذه الاستراتيجية ملاحظة أن الأطراف الأطراف ديال البرنامج اللي هي مضبوطة كالمندوبية كالمجلس الوطني الحق والإنسان كالرابطة ثم هناك خبرة المحاور الثلاثة وهذه المحاور اللي هي اخترت بدقة المصالحة مع الذات مع النص مع المجتمع ثم أيضا هذا الجانب بمعنى المضمون اللي فيه أولا إسلام مغربي وفيه فكرة ديال المواطنة بمعنى فكرة ديال المواطنة إذن لهذا كيتسمى بأنه نموذج فريد منسوش بأنه كان فيه تراكم لأن اشتغال ديال المندوبية مع فئات ديال السجناء منهم السجناء اللي متورطين في القضايا ديال التطرف والإرهاب أنه كانت مثلا الفكرة ديال الجامعات اللي كان فيها نقاش على مواضع اللي بعيدة مواضع مثلا على انتخابات ممكن قلوا بأنه هذه الفكرة المفتاح للجامعات مهدت ربما لهذا البرنامج إذن هذه الجامعات اللي كانت كتقام بمعنى كتقام وكيجيوا مجموعة ديال الخبراء وستيدة اللي كيكون نقاش مع هذه الفئات ومن خلالها وقع واحد تراكم اللي كيعطيه هذا البرنامج إذا البرنامج هنا جاب بهذه الشكلة كين واحد تراكم ما ننسوش بأنه كين فئات اللي في سجن مثلا لمدة ديال 15 سنة من 2002 بمعنى كان تراكم عطاه هذا البرنامج لهذا هذا الخاصية دياله لما نقول بأنه فريد ففيه البعد ديال تأهيل الديني الحقوقي هذه المسألة ديال المصاحبات النفسية ثم تأهيل سوسيو اقتصادي لماذا؟ لأن هذا الأشخاص سيرجع للمجتمع أو الخطوة في المجتمع سيفعل أستاذ الفراخي التفاصيل المهمة بالنسبة لي ومنسبة لي المشاهد هناك إذن ثلاث محاور اعتمد عليها البرنامج المصالح مع الذات المصالح مع النص الديني والمصالح مع المجتمع يعني يبدو أنها اخترت هذه المحاور بعناية فائقة بغينا نفهمه داخل المندوبية كيف تم اختيار المستفيدين من البرنامج واش تم اعليها من طرف المندوبية واش المندوبية اللي اخترت اعتمادا على معايير معينة كيف تم الاختيار أولا الإعداد لهذا البرنامج كانت واحدة المنهجية كما قلت يعني جاءت نتيجة التراكمات نتيجة تستجمع مجموعة المعطية والمعلومات على مستوى إدارة اعتقال هذه الفئة من السجنة وكان واحدة مدى أساسي وهو تأخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي الجريمة المرتكبة على سنة جريمة يعني خاصة ولكن أيضا في إعداد هذا البرنامج وحتى بالنسبة للجنة العلمية على مستوى التنفيذ يعني وضعت واحدة المسافة ما بين الفاعل والفعل باعتبار أن شخصية الفاعل أو شخصية الإرهابية شخصية معقدة وبالتالي يجبوا التركيز على هذا الأمر في بلورة يعني برنامج عنده أبعاد ثلاثة وهي المحور فيما يخص الإشكاليات المرتبطة بجنوح هؤلاء الأشخاص نحو التطرف العنيف والإرهاب فالمنهجية كانت أولا في إطار دائما للجنة العلمية تم وضع واحد المعايير وتم استهداف أول للمدانون بأحكام قضائية نهائية بمعنى أنه لم يستمم استهداف الاحتياطين بحكم أن قارنة البراء لازلت قائمة هذه نقطة الأولى نقطة الثانية بلنقدر عدد السنوات المحكم بها بصرف نظر عدد السنوات المحكمة لأن كما قلت قد يرتكي بشخص معين يعني جريمة ليست بالخطيرة ولكنه يتوفر على شخصية إجرامية خطيرة والعكس صحيح وبالتالي استهداف شخصية هنا مهم جدا شخصية إجرامية المعيار الثاني على مستوى الاختيار كما قلت يعني بصرف نظر على مدد العقوبة تم التركيز على الشخصية وإذن على التيارات الجهادية لمختلف السجناء المعنيين وتم العمل على مستوى الاختيار العين في إطار كما قلت اللجنة العلمية التي تم تحديدها في إطار نفيذ هذا البرنامج النقطة الثالثة والأساسية وهو كما تفضل الأسد أنه المندوبية العامة وضعت بعدا استراتيجيا في هذا البرنامج بمعنى أنه يندرج دي من نوحة دينامية إيجابية في المملكة المغربية فيما يخص مكافحة التطرف العين في الإرهاب سواء أمنيا ومجهودات الجبار التي تبدأ في هذا إطار سواء على مستوى تأهل حق الديني تحت إمارة أمير المؤمنين ثم أيضا على مستوى تنمية اجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع وبالتالي هذه البعضة استراتيجية يجبوا استكماله على مستوى المعتقل المدانين داخل المؤسسات سيجنية باعتبار أنهم يشكلون دائما خطر المحدقة لا بالنسبة للمجتمع ولا أيضا بالنسبة الإدارة على مستوى تدبير اعتقالهم خاصة فيما يخص تصنيف يعني إذا فهمت أنه تم إعلان من طرف المندوبية عن البرنامج ثم المستفيدين بشكل تطوعي اختاروا الخيرات في هذا البرنامج نقطة التالية والأساسية جوابا على سؤالكم هو أنه كان هناك جانب الاختيار في المشاركة في هذا البرنامج من طرف السجنة تم إشعارهم بالبرنامج وفق استمارات فيها مجموعة من معطيات والبيانات وتمت الموافقة عن طواعي من طرفهم لمشاركهم من هنا تأتي نقطة من النقطة التي تدول على تفرد هذا البرنامج وهو مصالحة هؤلاء مع المجتمع هل هناك من النزلاء من رفض الخيرات لم يكن هناك أي رفض من أي سجل لأن كما قلت يعني ربما الأستاذ رزرازي سيفصل في هذا الأمر هذا البحث عن الهوية وهذا تملك الحقيقة دون وعي وإدراك بحقيقة الأمور كما هي ثم أيضا هذا الخلط على مستوى يعني تمتل المجتمع وقيم المجتمع والقواني المتضمى الحياة داخل المجتمع ثم الإدانة هؤلاء السجناء يعني في حاجة ماسة إلى منفذ لدخول في تعاقد مع الإدارة مع المجتمع في برنامج إصلاحي ولكن نقطة أخرى أساسية باختصار هو أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج هي فئة مصنفة ضمن الصين في جيم على مستوى تصنيفات المعمولة بالنسبة لهؤلاء السجناء وهي الفئة الأقل خطورة بمعنى أن هناك تصنيف وضعات المندوبية العامة لهذه الفئة من السجناء وتم استيدافة الفئة الأقل خطورة على أساس أن هذا البرنامج بطبيعة الحال قابل لتطوير وقابل أيضا لتجويده في أفق يعني إعمال خطة وطنية لإدارة اعتقال أولئك في السجناء طيب سنواصل الآن متابعة الجزء الثاني من هذه المادة حول هذا البرنامج والتي تخص مجالات الفكر والدين والمجال النفسي أيضا والمجال السوسيو اقتصادي ونوصل هذا النقاش فمن يستسهل رمي الناس بالتكفير فهو لا يقدر حكمة الله في خلقه ولا يستحق أن يتبع كيف تجاهد القول اللي هو كان في سياق معين وتزرعه لقاعدة والصنبط منه أمر في غاية الخطورة وأن التكفير خطاب شرعي واش إنسان عامي مكلف شرعيا باش يكفر عباد الله فين المناطة تدير التكفير مساهمة دي الأستاذ أحمد العبادي يعني كانت رائدة فيها داخل هذا البرنامج باعتبارها قامت بعرض أهم المفاهيم والمداخل دي الفكر المتطرف ثم إعادة تفكيكها انتلاقا من بناء فكري شرعي يراعي أولا حيتيات الواقع وحيتيات التاريخ وحيتيات السياقات الاجتهاد والفتوى لا تنحصران في قراءة النص الديني ولكن تقضي ملكة اعتبار المآل والقدرة على استشراف ما ستأتي به هذه الفتوى من خير أو شر لغادي يجي تدخل في المجتمع تخسكون فهم النظام العام دي المجتمع كيف عامل قبل ما غادي تدخل ويحيد هدي واللي يقلع هدي يشوف من الذي سوف يزارت وهذا والذي يسمى العلماء بأصل اعتبار المآل إضافة إلى ترامي غير الشرعي على قدسية النصوص القرآنية واغتصاب معانيها ما الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانجرار إلى تطرف للظروف الاجتماعية والاقتصادية أثرها بكل تأكيد برنامج مصالحة بوعيه بتعقيدات مداخل التقطاب شمل أيضا ورشات التأطير والمصالحة النفسيتين تتأسس على جلسات المصغرة للدعم وأخرى للمناقشة وشملت هذه الجلسات مناقشة مفاهيم من قبيل الإحسان والذنب والشعر به والحب والكره والولاء والبراء والتوبة وإلى جانب هذه الجلسات التشاركية كانت هناك جلسات فردية لاستماع النفسي المتخصص المقابلات الفردية اعتمدنا فيها أولا على الإنساط المتخصص مع الحفاظ على جميع البروتوكول المتعلق بالخصوص للمشاركين لا يكتمل التأهيل إلا بوعي الفرد بمسؤوليته داخل المجتمع الإنسان يعني أنه يتوب برمشي بالمعنى القضحي اللي هو تيستشعر به الإنسان النقص بالعكس الحقيقة هي أن الإنسان يخصه يواجه النفس دياله ويتصالح مع الداز دياله ومن خلالها يتصالح مع الآخر اللي هو فرد أو أفراد ديال المجتمع ككل وعلى ذكر الأحلام فمنهم من اختار بناء مشروع اقتصادي مهني من أجل تأمين الكسب الشريف ومنهم من اقترح الانخراط في مشاريع اجتماعية عربون للاعتذار لمجتمع ورغبة في الصفح حاول المدينة ديالهم باش ميبقوش هات الشباب يتوحف الأخطاء اللي تحاوه هما باش يساندكم صراحة باش يعدكم تدخلوا للمجتمع بالكرامة ديالك ما عارفك حد واش كنتي ولا ما كنتي المؤسسة ديالك ما عارفك فيها شكنت علش لانك تقولي مقاول داتي عندك لكارت ديالك عندك كل شي ديالك كتخرط هذك علش خطكم تعلموا اللي بقي اللي شوقيت هنا في المؤسسة سجن تعلموا حرفزي تعلموا ميهنا نواصل معك أستاذ الرزرزي إذن فيما يخص المحور الأول المصالحة مع الذات انتما يعني اشاركتو هذا البرنامج واش لمستو فعلا بأن هذ المستفيدين هذ النزلاء هذ المعتقلين في إطار قضايا ديالتطرف والإرهاب فعلا يستوعبوا وأدركوا بأنهم أخطأوا في حق ذواتهم أولا وفي حق المجتمع واش فعلا حسيتوا كين فعلا هذ المصالحة مع الذات وهذا إدراك الخطأ نعم يعني بالنسبة لهذا الجربة الأولى برنامج المصالحة اللي شمل أربعات المحاور يعني كان محور يعني المركزي المركزي هو المصالحة مع الدات مع النص الديني طبعا ومع المجتمع في الشق المتعلق مع الدات بالفعل أن هذ الأشخاص يعني منذ بداية البرنامج إلى نهايته خلصوا إلى أنهم يعني تتمناوا أن اللي حصل ما كانش خاصوا يحصل وحسوا يعني كيف أنهم أدوا نفسهم وكيفش أنهم كانوا ضحية للفكر اللي حملوا وأدوا المجتمع وهذه لاحظناها يعني في مشاهد متعددة سواء يعني في جلسات الدعم المشتركة سواء يعني في تعبير عن حدة الندم وفضاعة يعني الفكر اللي كانوا حاملين أو الأفعال اللي ارتكبوا ما حالة اللي أطرت فيك أستاذ بدون ذكر الأسماء بالطبع بدون ذكر الأسماء يعني الحالة كانت ذكر أنه ذكرتني بروتولد برخت اللي تقول لك أصعب شيء هو أنك تمشي منتصف طريق إذا بغيت تصحح إذا بغيت ترجع غير ينتهي الوقت إذا كملت الطرق غير ينتهي الوقت يعني كلهم أو أغلبهم خصوصا اللي تقدموا شوية في السن يعني هذا الندم ديالهم معه هذا الحصر ديال السنوات اللي ضيعوا يعني بغيني قدموش حاجة للمجتمع بغيني اعتذروا الضحايا بغيني اعتذروا للدولة بغيني اعتذروا الأسرهم وكان واحد اللي تحكي مثلا كيفاش أنه كان مزوج وعنده أسرة وكان هامل أسرته ما اكتشف أسرته حتى لداخل مؤسسة السجن وعرف يعني أهمية الأسرة وفضاعت هذا الزواج وكان بالنسبة إليه بغي يصلح المجتمع وعنده رسالة رسالة ديال تخلص العالم اللي اكتشف أنه رسالته خطأة أدبها الناس وأنه حتى أسرته ضيعها وهو ضيع راسه هناك تحس بالفعل أن هاد الناس يعني تلقاوا عقوبة جزائية سالبة للحرية اخطأوا حق المجتمع طبعا كيف قال الأستاذ الفراخي كين دوا بيت اللي اعتمدت اللي المندوبية في اختيار الناس اللي تقدموا بطلبات من بينها حسن السيرة الناس طبعا اللي بينوا اشتغلوا ونخارطوا في البرامج دير إعادة الإدماج وشاركوا في هذا البرنامج كانت عندهم يعني قابلية ورغبة أنهم ينخارطوا في البرنامج البرنامج طبعا قوته أنه خلهم هما يخدموا على روصهم هما يتطوعوا هما يخدموا على روصهم مثلا في الجانب النفسي يعني ما كيش عنصر الإجبار ما كيش عنصر الإجبار كان الإدراك وكان يعني الاعتراف بالخطأ ومن ثم محاولة الإصلاح وتداروك ما فات ممكن نعطيك مثال بسط مثلا في جلسات الدعم النفسي اللي تعملت يعني واللي كان عند الشارع فالنشطها يعني شخصيا لم أكن أتدخل كان نقول لهم اليوم شنو المصطلح اللي نخدموني تقدمو خمسة ورستة المصطلحات ولا مفهوم كان نقول لهم يلا نختاروا واحد ولي تختاروا كان نقول لهم يلا شرحوا نعم التفاعلية كان نخليهم هما تهضروا معروسهم تتضربوا معروسهم تتوصلوا في نهاية المطاف الواحد كتعاونهم يطوروا المفهوم مثلا المفهوم الدنب ولا مفهوم الصفح ولا مفهوم الإحسان يعني وكتلقى هو بوحدو يقول لك لكن كان الاعترف بالدم وكان الشعور بالدم ولكن خاصة نعمل شي حاجة بشهد الاعترف بالدم يتحول التوبة يعني التطور اللي يشمل في نهاية المطاف الفكر تغيير السلوك تغيير الشكل تغيير اللغة وهذا جد مهم والنظرة والنظرة للأشياء وتم النظرة للعالم والأشياء وستد منر في هذا الإطار الذي يقدر عليسي مصطفى أرى أعلى لماذا نقول بأن تجربة فريدة ودى المجهود كبيرة الشخصية الإرهابية المتطرفة صعيب التعامل معها وهذه الشهادات العلم النفس لماذا لأن هناك ناس التي تحكمت فيهم العوامل التي هي نزعية ونحن التي تحكمت فيهم عوامل التي هي موقفية واليوم نظريات مثلا راكت قال في البطاقة كان الإشارة بأنها مجموعات مختلفة إذن كان مجموعات مثلا التي تحكم هذه النظرية الإحباط هي لدتها لهذا الفعل الإرهابي كان الناس التي عندهم هذه النظرية التي نسميها النرجيسية ولكن لا يوجد فقط تركيز على الشخصية كان تركيز على الجانب الإيديولوجي لهذا كتبان هذه المحاور هذه متكاملة لأخذنا المحور المصالحة مع الذات وهنا كان فيه جوش الأنواع الشخصيات هذا واحد العمل الذي يدار كان نوع المتعمد مقصود الشخصية بمعنى أنه هذا العمل دار هذا العمل وعنده نسميه متعمد مقصود النوع الآخر النوع لا إرادي غير مقصود والتعامل معهم هنا يختلف في علم النفس أيضا هنا مثلا في المصالحة مع النص الديني معروف عالميا هنا وحد ربعات المحاور الصعيبة واخترها مثلا المحور التكفير كيف لاحظنا هنا العبادي في النقاش لأن التكفير يكفر مثلا الأنظمة يكفر الحكام يكفر الأنظمة والحكة والموضافين الدولة والمجتمع هذه كلها فئات ومعروف هنا وحد ربعات المحاور هنا الجهاد تخل معه في النقاش على هذا المحوار الأمر المعروف على المنكر هنا مسألة الولاء والبراء وتكفير إذا العملية ماشي سهلة من ناحية المضمون ديالها وأيضا كتتعقد مع المسألة ديالشخصيات إذا الفكرة التي تتمنى في البرنامج وهو نزع التطرف كيفاش ما العمل بمعنى كتبان من خلال هذا البرنامج ثم تتفكر أكثر لما تكون تقوم بالعمل كتتفكر الشخص أصعب مرحلة وهو كتسالي هذه المرحلة سيخطو أول خطوة في المجتمع نخلي وسنخطو فيما بعد ونناقش هذه النقطة أستاذ الفراخي دائما مع التفاصيل الأسئلة التي كانوا يطرحوا هذه الناس المعتقلين من خلال المحاورات من خلال المقابلات التي جرتوا معهم طبيعة الأسئلة المخاوف الإشكاليات التي يرى بأنهم غير يفهمها شو طبيعة الأسئلة التي كانوا يطرحوا عليكم ما يفهمون ما يفهمون ما يفهمون بدون تفاصيل ولكن غير يقول لك أن التفاعل مع البرنامج في إطار التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية كان تجاوبا كبيرا جدا وكان تطور ملحوظ على مستوى الجانب السلوكي والفكري بالنسبة لهذه الفئة من السجنة لكن داني أعطيك بعض المؤشرات القوية والدلة على مستوى هذا التفاعل وهذا الخيرات يعني اللام شروط أول هو أن هذا البرنامج عندما تم موضعه لم يكن يعني مقرنا بمقابل معين وإنما كان برنامجا تأهيلية يستهدف تمكين هؤلاء السجنة من مصالحة وفق مقومات أساسية تعطي أجوبة ناجعة على مستوى تغيير السلوك والفكر بالنسبة لهؤلاء السجنة يعني المقابل يعني رمشي بدروا رغتستفدوا بهذا البرنامج رغي يجيكم مثلا شي عفوا أو رغتخرجوا أو رغتتقلص مدة ما كانش هالكلام فقط رغتستفدوا وفقط النقطة الثانية وهي الأساسية أيضا هو أنه كانت تلقائية وكانت تلقائية لهؤلاء السجنة في المشاركة في هذا البرنامج وهذه مسألة مهمة جدا علما أنه في البرنامج صادف شهر رمضان والعيد الفتر فرغم كل هذه الظروف كانت هناك يعني كان إلحاح للاستفادة من هذا البرنامج والمشاركة فيه النقطة الثالثة وهي مؤشر دال أيضا وقوي هو أن بعض هؤلاء السجنة وعطينا مثال هناك سجين تمت إفراجه عنه بعد نهاية عقوبته قبل استكمال استكمال لفقارات البرنامج وأبا إلا أن يستكمل البرنامج هو في حالة إفراج وهذه مسألة مهمة جدا المؤشر الآخر الدال وهنا يعني ربما نتحدث عن ما بعد برنامج المصالحة وأن هناك فئة من المستفيدين لا زالت الآن داخل مؤسسات سجين تقديل العقوبة وعبرت عن رغبتها واستعدادها وأهليتها للمشاركة في تأطير ورشاد سيتم تنظيمها على هامش الجامعة الخريفة التي تستطيع تنظيمها المدوبي العامة في 2021 سبتمبر من هذه السنة باستجل محلرة بفاس حول موضوع العناية الروحية والصوفية والتأهيل الديني بالنسبة للفرض هناك أيضا سجين تم إفراجوا عنه في إطار واستفاد من برنامج المصالحة عبر ربطه في تأطير إحدى الورشات إذن هذه الدينامية على مساوى الاستمرارية في التفاعل مع هذا البرنامج بكل فقارته مسألة مهمة جدا وتدول على أن هناك قناعة مترصخة لدى هذه الفئة من السجناء في استكمال البرنامج ليس فقط عبر الاستفادة من فقارته ومحاوله ولكن أيضا في إفادة الغير وإعطاء رسالة قوية على أنه الفكر المتطرف والفكر الضلاني والإرهاب طريقهم إن لا يؤدي إلى نتائج جيدة وإنما المصالحة على مستوى تمثل الدات على مستوى قيم المجتمع وأن الفكر يقارع بالفكر أيضا أيضا بالحوار وليس بالمواجهة وأن المصالحة مع القيم المجتمعية الصحيحة حتى أن في برنامج على مستوى المصالحة من المجتمع كانت جوج للمحاور الأساسية هناك من اقترح مشاريع لفائدة المجتمع تدول على أن هذا الإنسان له رؤية على مستوى الانخراط داخل المنظوم الاجتماعي في إطال القيم السائدة الصحيحة أيضا كان هناك المستوى تأهيل هؤلاء في بلورة مشروع سوسيو اقتصادي يعطيه تلك الاستقلال على مستوى أستاذ البير وضعي الاجتماع الاقتصادي أستاذ رزرازي حسب ما علمت أنتم لديكم أطروحة في علم النفس الجهادي كيف ساعدتك هذه التزربة في التعامل مع هذه البروفايلات طبعا خلال الأطروحة كنت اشتغلت حول سجناء شو قوس المشتركة يعني القاعدة العامة القاعدة العامة يعني تكاد تكون مشتركة وهي أن نزل المتابعين في إطار ملفات تطرف الإرهاب بشكل عام الأشخاص المتطرفين هما عندهم يعيشون مجملهم حالة انشطار وجداني يعني أن نعلم جميعا أن ندعي أن نحن العاديون يعني نعيش بكتلة متمازجة في الحب والكره لكن ما يحدد يعني في عملية الاستقطاب وصناعة الشخص المتطرف أو الإرهابي يتم فصل كتل المحبة عن كتل الكره ويقوم تقوم الشخصية المتطرفة بتقديم الحب لهذه الجهة وتقدم الكره لهذه الجهة وهو يعني ما يوافق مقولة الولاء والبراء الولاء للجماعة المنصورة إلى آخره والبراء يعني للمجتمع الجاهلي الكافر إلى آخر الذي يستحق الهجر أو يستحق القتال أو يستحق التكفير إلى غير ذلك يعني هذه قائدة مشتركة عندهم جميعنا هناك جانب آخر وهو أن هناك حالات تختلف هناك حالات تعيش وجدنا حالات تعيش يعني تطربات وجدانية هشاشة وجدانية إذا شئت هناك أشخاص يعيشون هشاشة معرفية والعمل طبعا حتى داخل برنامج مصالحة يعني جميع الفاعلين وليس فقط الجانب النفسي يعني سواء السلعبادي ولا السيدريس اليزامي ولا السقصال ولا السلفراخي ولا عبدوربيه ولا حتى المنصق العام لبرنامج ستمك يعني خلال وضع البرنامج كان هناك حرص على ضرورة تكامل في خلق تنافر معرفي متدرج أي كيف يتخلى هؤلاء عن أفكارهم وملئها بأفكار يعني إسلام متسامح وسطي ثم ما فقط ليس الفكر الديني يعني يعني عن اقتناع عن اقتناع ثم الاقتناع يعني من يقتنع من الإسلاميين بمفهوم حقوق الإنسان المبني الاختلاف والاحترام للآخر يعني هي خطوة جد مهمة طبعا أنه تفهم حدوده تفهم بأن التدافع داخل المجتمع يعني لا يتم بالعنف ولو لا فدفعوا الناس بعضهم بعض لفسودات الأرض ماشي بالعنف بل بالحوار بالاختلاف بأن نحترم مساح جسدي ولكن نخلي المساح الآخرين وداخلها ثم البرنامج وهذه جد مهمة يعني حارس البرنامج أننا نحافظ على الناس على كبرياءهم بمعنى أن البرنامج يعني يحارب الفكر المتطرف داخل الأشخاص النزلاء دون المسي بك رغمته أن يهدي معهم ويجعلهم يعني متشيئين هذي هذي عاش درتها بعض الدول وفشلت يعني ممكن لك ججي عند شخص ودقول له خاص كتابع لي في كل شي باش نسميك بينك تبتي ممكنش لا ممكن يبقى معارض في إطار احترام من منظومة العامة ديال الدولة وديال القانون وديال المجتمع باش نوصل نتائج ربما على قاعدة صلبة وانقتناء وعلى ديمومة ماشي كوت 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 كيف قلو اللي ممكن فقط يعني فوركلورية ولا بحرجة طيب تم عرض يعني مجموعة من الشهادات سيتم عرضها أيضا في ما بعد لضحايا الإرهاب أمام المستفيدين من هذا البرنامج ألم تكن لديكم تخوفات من أن يأتي ويكون هناك مفعول عكسي ربما المبالغة في الإحساس بالدن ربما يأتي بمفعول عكسي أستفضل المسألة يعني فشان خرجوا هاتس سيد المجتمع يكون ربما ذلك الإحساس بالدن مبالغ فيه ومغي ساعدناش في إعادة الإدماج دير هذا السيد هذا ربما الاستماع لشهادة ضحايا يعني الأعمال الإرهابية من طرف هذه الفئة من السجناء كان مهما للغاية بالنسبة بالبرنامج لقياس مدى تملكهم القدرة على الإنصات والإصغاء لهذه الشهادات وأيضا استشعار يعني الألم الذي والضرر الذي خلفته يعني الأفعال الإرهابية والمتطرفة والعنيفة وكان نقطة محورية في هذا البرنامج لكن يمكن تأكد على أنه بالموازات كانت هناك مصاحبة نفسية من طرف الأستاذ على أساس لا تتحول يعني هذه العملية إلى تأثيرات سلبي على مستوى نفسيتها أولى الناس في التعامل بشكل إيجابي معها واستدماجها في اتجاه يعني تلك المصالحة التي نتحدث عنها المصالحة مع المجتمع طيب أستاذ مانار تحدث أستاذ رزرازي على هذا الناس في نهاية المطاف في مستوى آخر من النقاش هم في نهاية المطاف وبشكل آخر على فداحة الجرمة الذي قاموا به هم أيضا ضحايا ضحايا للفقر للتهميش ضحايا لغسل الدماغ ضحايا لطيارات فكرية من هنا أو هناك طيارات متطرفة هذا يسائل مؤسسات التعطير ببلادنا العلماء الإعلام الأحزاب جميع المجتمع المدني يعني الكل معني في نهاية المطاف بأن هذه الناس لم يكنوا محصنين بالشكل الكافي وبالتالي تم استقطابهم وغسل دماغهم وبالتالي يعني دفعهم للتطرف وإحداث هذا الضرر تجاه مجتمعهم يعني في نهاية مؤسسة التعطير وهذا المشكلة بقي نعانيه حتى يعني حاليا أولا نعانيه والآن الخطير هو الظاهرة اللي ولد دي الإرهاب بالمرجعية المفتوحة هذا العمليات الأخيرة اللي وقعت في أوروبا وغيرها هذه موجة اللي ستكون أخطر وهناك يبدأ الدور دي الجميع المؤسسات هذ الناس في نهاية المطاف من اللي كتقرار هذا البرنامج وغيره وكتتعامل معه كمواطن أولا مواطن هو ارتاكب واحد الفعل إرهاب في واحد جمع حالا ولكن في اللحظة اللي ارتاكب هذا الفعل ثم اللحظة اللي دخل السجن ثم هذه المدة اللي قضى في السجن ركتوقع واحد تحولات كبيرة وهذه مثلا أنا من خلال مشاركة ديالي في هذه الجامعة من خلال النقاش لما يكون واحد من هذ الأشخاص واحد مجموعة ينقش معك مثلا وظيفة المنتخب الجماعة الترابية كي أدر على المنتخب كي أدر على انتخابات معنى هذا أنه دخل دخل داخل السجن داخل السجن بمعنى أنه ينقش معك هذا المقتضب معنى أنه يدخل معك الملعب ينقش معك وكين تاقض بل أكثر من ذلك أنه في نهاية المطاف في الخارب يدخل معك في حوارات حول يدخل معك في حوارات مثلا يقولك ميل في صحراء يدخل معك مثلا يقولك كين مشاكل في الخارطات الدولية يدخل معك في هذا النقاش كتحس أولا بأنه أولا ينقش معك داخل إطار التوابط المسألة الثانية أنه الوطنية حاضرة بمعنى ينقش معك إذن هذا الشخص تغير بمعنى أنه تغير ولكن هنا قصنا نعرف أنه نماذيج طور المؤهلات التعليميين يلو هذه نقطة مهمة بمعنى كالنماذيج اللي قرأت بمعنى مجموعة اللي أنا ذلك وجدتم كيسوول كيقولك أنا هات السنة رابغين ندير مستر مثلا أشمن تخصوص معنى كيسوول إذن هنا غير المسار دياله هنا كيصبح مهيئ إذن هنا هذا دور للدار داخل المؤسسة كرجعو دائما كنقول هذا البرنامج راهب داب مبادرة داتية ديال المندوبية كيبقى السؤال ديال المؤسسات الخرى المؤسسات الآن لما غير يخرج الخطوة اللي أولا غرجع لها خارج السينش كنين المؤسسات اللي ممكن أنها تخضو تحدش على المرحلة ما بعد المرحلة ديال المؤسسات المفترض ديالتأطير اللي خصت تقوم بالتحصيل يعني قبل مهد سيد هذا اللي متطرف لحدنا الآن هات الأطراف اللي مشاركة في العملية كينا المندوبية كين المجلس الوطني كي لعب الدور ديالو كين رابطة ديال ديال علماء كين خبراء كين هاد المسألة ديال الجامعات اللي كي حضروا لها السديدة هدي أطراف كونين طبيعة الأطراف الخرى اللي ممكن تنضم خاصة أنه المشروع تجريبا اللولا وأنه مفتوح هذا راه نموذج الآن كي تخضى وهذا النموذج كنظن بأنه كيف تحت تفكير في مجموعة ديال النمديج نمديج خرى على اعتبار أنه الخطوة اللولة لهذا خاص الحرس أولا على تسويق ديالو بهذا الشكل والنقاش عليه لأنه عادة دارت مسائل أقل من هذا الشكل هذا في دول أخرى ودار لها وحد كنسميه وحنا وحد طباش كبير هذا دار بواحد الشكل اللي هو مضبوط وفي أطراف اللي هي كنقول بأنه أطراف على حساب تخصوص لما كنقول الخبير ديال علم النفس عنده الدور ديالو وراكين الشبكة ديال كيشوف توازن بمعناه في المصاحبة النفسية ثم كين لي كيعطيه المسألة الحقوقية كيلي كي نقش معها النص ديني كين بمعناه كين هاد الأمور كلها لي كتخلي هاد النموذج اللي خصو يكون يخرج خاصة نحن في هاد المرحلة اللي فيها الآن كين هاد الهجوم راح نكن نقش مثلا في هاد المرحلة اللي فيها هجوم هذا نموذج لي كيخرج هجوم مثلا هاد الهجوم لي كيجي من من أوروبا وغيرها وكانت تساؤلات كبيرة دائما تطرح حول هاد الفئات راه مجموعات متعددة كتطرح لها إذا نجل وقت باش كيخرج هاد النموذج بالمعضامين ديالو ليفيد تجاريب أخرى تكون نقاشات مع تجاريب أخرى اللي دارت في دول أخرى أستاذ رزالي عندك شيء إضافة نعم فقط بالنسبة طبعا المؤسسات الدور اللي ما نوط بها كنظن الحمد لله في المغرب كين يعني مجهود جبارة بإضافة إلى كيف قالوا المجهود كاين ولكن يوجد اتجاه صحيح يعني أظن كين المجهود يجب أن يعني أظن أن هناك عدد كبير من المؤسسات تشتغل في الصمت وفي هدوء وفي توضع على أكس دول أخرى يعني هناك مجهودة جبارة تقوم بها لو لكن هناك إشكال كما قال أستاذ مانار أو أستاذ رزرازي وهذه إشكالية مغربية بمتياز أننا عندنا مكتسبات وما كنعرفوش بين قوسين نبيعوها، نروجوها، نقدموها للعالم هذا مشكلة نحن اليوم كالنقشو ما تنساش راكين واحد المدهوروبي في الإعلام اللي كي يتصور على أساس مشالة الخيرها تخلي الدول دي المنشاء وكي يقول لك لانتوما الأصل بحال العملية دي البرتر إذن يخرج هذا المجهود نموذج اللي كي يدار والنموذج يركز على أنه هذه الفكرة اللي كي تخصيصات دي المندوبية بنات من خلال البرنامج بهذه المواريد بهذه المواريد الداتية ديالها وخرجت هذا البرنامج لتجربة اللولة وما زال يمكن يتطور هناك مشاريع كثيرة هناك وزارة الأوقاف تقوم بدور الجبار على مستوى تكوين المرشدين والمرشدات على مستوى تأطير أماكن العبادة يعني محتافة مع المندوبية تساهم في محاربة الأمية هناك الرابطة المحمدية للعلماء التي تقوم بدور رائد في تفكيك الخطاب الجهادي وحتى في رصده داخل الإنترنت في صنع حتى ألعاب للمراهقين يعني تحارب التطرف هناك مبادرة مثلا المبادرة دي المندوبية المصالحة اللي هي المشروع الكبير ولكن بالإضافة لها وإلى جانبها هناك الجامعة الخريفية وجامعة سوى ولو أنها عامة يعني تشمل حتى أصحاب الحق العام ثم هناك مجلة ستصدر قريبا يعني يعني تحت إشراف المندوبية اللي هي دفاتر السجين والتي لن يكتب فيها إلا السجنة وهي تدخل في إطار ما يسمى التعافي بالكتابة إذن هناك اجتهاد مغربي بالإضافة طبعاً للمجهود اللي تقوم بها المغرب مجال التنسيق الأمني إلى آخره فقط كيف قلت كين تقصير من المغاربة أنهم يفتخروا بمجهوداتهم ما كان عرفوا شي نفتخروا بمجهوداتنا كركزوا غالحوا يجل خيبين للأسف تعجبنا نسل خوداتنا وأنا كنظن أن هذا المشروع هذا يعني بكل طواده ومشي لأنني شاركت فيه عندي الشارف نشارك فيه يعني من خلال ما لاحظته عند السجنة يعني خدع التقييم ودرت اللي جانت تقييم ودرت يعني خططات تقييم في نهاية المطف من أجل طبعا تطويره نعطي كمية ربسات مثلا المساهمة ديالدريس اليازمي كان جيد وزينة باعتباره راجل اللي متمرس مجال حقوق الإنسان وجاء وعطى من وقته وحد الوقت اقترح أنه يضيف حصص إضافية لأنه بالفعل بغيو السال إيطار وكانت طلبات من السجنة أنهم بغوا مازال يعود يعطيهم حصص أستجب لهم وكانت تجاوب ولو أنه انتداراتهم وكانت عنده أريحية أنه يجاوب على أسئلتهم يعني كسجنة استكمالا لهذه النقطة المهمة التي أطرها الأستاذ منار نأكد على مسألة مهمة جدا وأن الندوبي العامة بالنسبة لهذا البرنامج هناك إمكانية الاستمرار في هذا البرنامج مع انفتاح على شركاء آخرين لكن على أساس الشركاء البناء والهدفة والمسؤولة وهذا الانفتاح هو مبدأ أساسي للمندوبية العامة في بلورات مختلف البرامج داخل المؤسسة السيجنية والمندوب العام لإدارة السجون الحالي يؤكد على هذه المسألة المقاربة التشاركة مع مختلف القطاعات المساهمة في البرامج الإصلاحية وطهية داخل المؤسسة السيجنية لا يمكن أن يكون وليد هذا برنامج المصالحة فقط كان بجمع من برامج التي تنفذ داخل السجون بشاركة وبتعاون مجموعة من القطاعات أذكر مثلا على رأسيها مؤسسة محمد السيجنية لعدي المجلس سجناء التي تقوم بضور متميز هناك المكتب الوطني تكون مهني هناك القطاع للتعليم هناك مجموعة من الهيئات والمؤسسات الوطنية من المجلس الوطني حق الإنسان من الجمعيات المجتمع المدني هناك نفتاح وهناك شاركة لكن الذي نريد أن أكد عليه في هذا الباب هو أنه كما تفضل الأستاذ أن المندوبية العامة حاولت ما أمكن تخلق جيد جديد من برامج وتدخل في خانة برنامج كفاية بمعنى أنه يجب تأهيل سجناء في إطار برامج نوعية تساعدهم على تملك المعرفة وتأهيلهم على مستوى تحسين السلوك والأفكار من خلال المساهمة في هذه البرامج كما تدخل برنامج الجامعة داخل المؤسسات السجنية والتي تتأثر تأثر أساتي جامعيين من المستوى رفع فكانت فرصة أنك تسمع المداخلات سجناء ومشاركتهم في تناول وفي معالجة مجموعة من المواضيع التي تهم الشئ اليوم لكن مجاية مختلفة دينية سياسية حقوقية قانونية تحية طيب مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص الذي نناقش من خلاله خلفية وأبعاد برنامج المصالحة الذي أطلقته مؤخرا المندوبية العامة لإدارة السجون لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدامين في إطار قضايا التطرف والإرهاب البرنامج حسب المشرفين عليه لقي تجاوبا كبيرا من قبل السجناء المستفيدين وتطورا ملحوظا على مستوى تمثل الذات وفهم واستيعاب النص الدينية ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة من أجل مناقشة هذا الموضوع نصدف اليوم الأستاذ مصطفى الفراخي أنتم مدير مساء الخير أستاذ الكريم كما يشارك معنا أيضا في هذا البرنامج الأستاذ المصطفى الرزرازي أنتم أستاذ إدارة الأزمات ومختص في سيكولوجية التطرف أهلا بك أستاذ الكريم أهلا أستاذ وأخيرا وليس أخيرا أستاذ عبد الرحيم منرسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني مساء الخير أستاذ الكريم أهلا أستاذ الآن الشقة الثالث من هذه المادة حول برنامج مصالحة وتهم المجال الحقوقي والقانوني إضافة إلى شهادات لبعض المستفيدين من هذا البرنامج نتابع كان لحضور إدريس اليزمي وقعا خاصا داخل برنامج مصالحة من خلال مجموعة من المحاضرات والورشات أطرها لفائدة المشاركين شملت في مقام أول أهم المحطات التاريخية لحقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه موضحا أنه داخل كل الثقافات والأديان هناك حضور لمفهوم الحقوق وإن كان مصطلح حقوق الإنسان لم يبرز بشكل جلي إلا من خلال إعلان فرنسي لحقوق الإنسان ومواطن ليتوجه هذا المصار بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دجنبر 1948 مؤسسة عمومية تشغل مع الحكومة وتمساخذ الحكومة تشغل مع الفاعل للآخرين من مجتمع مدني آلية الأمم المتحدة إلى آخره وكذلك تحاول أن تتشارك في العملية المطابقة بين القانون القوانين والقانون دولي لحقوق الإنسان والتزامات الدولي لذلك البلاد لم يفوت المحاضر أن يخص حيثيات سياغة دستور 2011 الذي جاء متميزاً ومتناغماً مع المواثيق الدولية ومؤسساً لجيل جديد من العقل الدستوري المغربي السلطة الطريقة سيمية إلى آخر أنتم عارفون بأن الدستور فيه 180 بند في المجتمع المغربي وفي كل المجتمعات الناس متتقراش الدستور بالحقيقة وخا هو أسماء قانون تتقراش لأن اللغة دي الدستور دايما تتكون شئ لغة شوية تقيلة شوية شوية قانونية بزاو ولكن راه مهم أن الإنسان يأخذ شوية الوقت بشي طالع عليه يعني هو اللي تحكم بيناتنا يعني هدوال شنو يعني بعض السمات الأساسية ديالها الدستور المغربي السما الأولى الأساسية هو اللي كتبوه المغربة يعني ما تشي خبير أجنابي ولا شي واحد قلنا شنو كتبوه ما كتبوه وثانيا سهلنا إعادة يعني لم يتردد المشاركون من طرح أسئلتهم الحارقة وملاحظاتهم بشكل جعلهم يستعيدون ثقتهم بأنهم مواطنون أخطأوا وعقبوا وهم يحاولون الآن التكفير عن أخطائهم وتصحيح مساراتهم الحياتية ضمن نفس المحور الحقوقي القانوني شارك الأستاذ مصطفى الفراخي بعرض تكميلي شمل عرض التطور القانوني الذي رفق الظاهرة الإرهابية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي كما شمل العرض معالجة مفهوم الأمر القضائي في شقه الجزئي والاحترازي المسجد الذي ظاهر في الأولى الأخيرة على المستوى ظهور جرائم إرهابية يفرد يفرد وجوبا مواكبة على المستوى إعمال قانون عرتأت المدوبية العامة في هذا البرنامج أن يكون هناك محور يتعلق بالجانب القانون التحقيق هذه المصالحة يمر عبر الاقتناع أولا بارتكاب خطأين في حق المجتمع بارتكاب هذه الجريمة وتانيا بالاقتناع بالعقوب التي صدرت في حقهم من خلال هذا القانون في محطة أخرى عرض البرنامج الشهادات لعائلات ضحايا الإرهاب لحظات لم تكن بالهيينة على النزلات حركت ذاكرتهم وعواطفهم الممزوجة بالندم والرغبة في الاعتذار وربما تمنى أن ما حدث لم يكن ليحدث بعد ستين يوما من العمل الدؤوب انتقل المشاركون في جو عائلي إلى تمرين سمي بالمناظرة يقومون فيه بمحاكاة الخطابات المتطرفة ثم هدمها وتفكيكها ثمرة قد تكون أول مؤشر على نجاح مصالحة أرجو أن تكون هذه التجربة فرصة بالنسبة لكم لتحقيق مصالحة صادقة مع ذواتكم ومع مجتمعكم من خلال تخليكم عما حملتم من أفكار هدامة لأنفسكم ولمجتمعكم والانخراب في مصاري إيجابي أساسه الإيمان بقيم التسامع والاختلاف والانفتاح على الآخر والتشبث بثوابت الوطن أعتقد أن الجميع حسب بالمسؤولية الملقعة على عاتقه وانخلطها بشكل إيجابي وفعال في الدورة هذه لإنجاح التجربة هي تجربة فريدة تجربة رائدة من ناحية سواء الفلسفية سواء المنهجية سواء من ناحية النتائج التي أعطيتها والتي سنشوفها إن شاء الله من بعد التقارير التي سنخرجوا بها ونتمنوا أن هذه التجربة تتواصل إذن أستاذ الفراخي أستاذ سي تامك المندوب العام لإدارة السوج نستعملوها الكلمة وهي خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان وهي المصالحة الصادقة السؤال الذي كنترحه أنا وكنترحه المشاهدين وعموم المغاربة شنو الضامن أن هذه الناس من بعد الإفراج لهم ما يعودوش إلى ما أدينوا بسببه قبل الجواب بشكل مباشر على السؤال لابد من توضيح نقطة أساسية جدا بالمهام الموكولة لإدارة السجون تبقى القوانين المؤترة خلافا لما هو يعتقد وسائد وأنها تساهم في الوقاية من العود وليس الحد من العود لسبب بسيط هو أن هناك متغيرات عديدة تتحكم في هذا المواطن تانيا في العديد من الدول هناك أجل زمني يعطى لكل سجين تم الإفراج عنه على أساس أنه إذا تجاوز هذه المدة لا يعتبر عائدا مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاث سنوات لا يعتبر سجين عائدا لأن هناك طاقة للتحمل على مستوى الانتظار على مستوى الاندماج داخل الحياة العامة داخل سوق الشغل إلى آخر وبالتالي التعبير الذي تلفظ به البندوب العام على مستوى المصالح الصادقة هناك أولا من قياس على مستوى اللجنة العلمية التي وضعت مؤشيرات يعني علمية مضبوطة لقياس مدى نجاح هذا البرنامج مع هذه الفئة من السجنة هذا المواطن الأول المواطن الثاني وهو الرهان المهم وهو مواكبة هذه الفئة من السجنة سواء من بقي رهن الاعتقال أو من أفرج عنه من خلال تتمين وترصيد ما تحصل عليه في هذا البرنامج على مستوى التأطير داخل المؤسسات السجنية على مستوى يعني التواصل فيما يخص هذه التجربة فيما يخص يعني المعاناة وفيما يخص المصالحة وفيما يخص استشراف المستقبل وأيضا خاري السجن من خلال يعني تتبع هذه الفئة من السجنة التي تم الإفراج عنها في إطار هذا البرنامج وهنا لابد أن تذكير المسألة الأساسية أنه يعني في القريب العاجل الجامعة الخريفية بيفاس داخل السجن المحلي بيراس الماء سيعرف مشاركة يعني مشاركة المفرج عنهم المستفيدين في إطار هذا البرنامج للمشاركة ديهم في أشغال هذه الجامعة بل وتقطير بعض الورشات منها من طرف سجنة داخل المؤسسات السجنية هذه التتبع وهذه المصاحبة يؤشر على مسألة مهمة جدا وهي رسالة قوية لأنه فإن هناك مصالحة صادقة وهناك مصالحة وفق المحاور التي تم تحددها تستجيب لمواقع الخلل بالنسبة للبنية النفسية والسلوكية والفكرة لهذه الفئة من السجنة طيب أستدر الزرازي مسؤولية المجتمع في إعادة تقبل هذه الفئة أي مسؤولية طبعا المجتمع يتحمل أيضا جزء من المسؤولية يعني على الاعتبار أنها تقبل هذه الفئة مساعدتها في الاندماج بكل حاضر لأنه المجتمع طبعا ما سنطلب منه يعني ويكتوى بنار هذه هذه مسألة عادية طبعا نحن في مجتمع إسلامي يعني عنده تقافة ديال عفو الله عما سلاف ولكن أعطيني مؤشرات بأنك رجعتي تبتي التوبة النصوح يعني هذا هو المقصود بسؤالك اللجنة التي شرفت بتعاون طبعا مع الفرق التقنية المندوبية التي في جموعة المصالح اسمته أولا عملت مقاييس للاختبارات النفسية عملت مقاييس تقييم كان يعني من بعد كل حصة أنه زلأت يكتب ملخصات ثم كانت دورة المناظرات التي كانوا تعبروا على واش ممتلك يعني وسائل هدم الفكر المتطرف بمفاهيمهم يعني بتحريرهم يعني كلها هذه عناصر ثم إضافة إلى هذا أنه نقدر نقول لك أن أكثر من 70% من المشاركين قدموا مشاريع لتأسيس جمعيات لمحاربة التطرف داخل المجتمع ويعني مشروع مفصل هالمحاور ديالو هكي باش الدول اللي هن نقوم بها هكي باش هن نعتدر المجتمع وغن حارب هذا الفكر وغن ساهم أننا نمنع الظاهرة التطرف وسط الشباب ومستعدين نقدم مشاهدات باش نبين الشباب كي باش نكون ضحايا وقومنا بدور الجلادين في مرحلة ربما يكونوا أكتر تأثيرا ربما مع العلم باش منضموش هاد الشريحة مشي كلهم ارتكبوا جرائم إرهابية يعني كان فيهم اللي تورط في دعم في الإشادة في محاولة الدهاب يعني مشي كلهم كانوا فاعلين نشطين بالمعنى الكامل أنا كان نظن في تقدير الشخصي أن هذه الجريبة كانت ناجحة طبعا المندوبية واللجنة العلمية تشتغل الآن على تطويرها لأن كل المسرع يحتاج تطوير أكتر على أساس أنه يكون أكتر نجاعة أكتر شمولية وربما أكتر عالمية طيب أستاذ منار هل تعتقد بأنه هذه المؤشرات هذا النجاح سيشجع على الانخراط وعلى تطوير مثل هذا البرنامج غير ريلا حاولنا أن نخذ اللحظة الأخيرة الذي وصل لها البرنامج وهو هذه المسألة هذه المتفكيك الخطاب المتطرف بمعنى بصندل هذه المرحلة بمعنى أنه تزند المراحل كلها مصالحة مع الدات مع النص مع المجتمع وكان رجعوا لمصالحة مع الدات هنا الفكرة التي قال وهي هذه الأشخاص يمكن الآن أنهم يساعدوا بمعنى في اجتماعات التطرف لأنه خذاء هذه القناعات الجديدة وخرج من المسألة الثانية هو تغيير الطريقة تفكير إذن سيغير المحيط كتبقى واحدة النقطة هي كتبسنا المصطلح الطبي والمضاد الحيوي بمعنى أنه عاش هذا عاش مراحل شخصية عاش هذا المصار كله كتبقى هذه المسألة سيرجع للمجتمع يدخل الفضاء الالتزامات طريقة التي يبني هذه الالتزامات وبهان في تجارب عنده الفضاء الالتزامات وعنده المكان يمشي ليه يوميا ويرجع عمال أو غيره هنا يبعد بمعنى أنه يدخل هم هذه المرحلة إذن نشوف هذه الجريبة ونشوف المصار هذه الأشخاص وربما في هذا البرنامج الثاني الذي يمكن أنه يدمج هؤلاء الأشخاص لأنه يدخل هذه نماذيج التي تقدم جريبة هذه الأشخاص أخرين بمعنى تكون هذه النواة تبقى موجودة مدام أنه مدير الأولى وقت الإعلام مطارب أنه يصلاة الضوء على هذه الأشخاص يشوف مثلا المصار على المصارات الذي يدخل كما قلت أنه يكمل الدرسات العليا في الجامعة الذي يمكن أنه يفتح مشروع ولكن هنا بالنسبة المندوبية تبقى مثلا هذه المجموعة تبقى عندها حاضرة ورشاد يلتأطير مرة مرة حاضرة في الجامعات تبقى لأن هذه النواة الأولى هذا هو المطلوب هذا البرنامج كما تم قوله سابقا هو محكوم بالتطور لأنه يتعامل مع فئة من المعتقلين في جرائم تتطور يوما عن اليوم وبمرجعيات إجرامية مختلفة وشخصيات مختلفة وبالتالي هذا التطور هو حاضر بشدة وبقوة لدى المندوبية العامة وتؤكد على سلك جميع السبول التي تؤدي إلى إنجاحه لمزيد من تجويد ومن تحسين على المستوى مقاربة وإدارة عزيقات شجن المتقن لا فقط في إضافة هذا من أمور لحرص لبرنامج المصالحة أن تحويل هؤلاء اللي استفادوا إلى كيف قلت مضاد حياوي لكن دون السقوط في الأخطاء التقليدية اللي سقطت فيها عدد من الدول وهو أن كل ساجن جهادي تاب غير جعف خيه غير جعف خدمته اللولة اللي كان فيها وممكن يلعب دوره الاجتماعي عادي كمواطن يعني ينور الناس حوله ومشي بالضرورة يلعب لدور الداعية هذه قاعدة تمنها البرنامج لأن لاحظنا أن هذا الخطأ اللي ارتكبته عدة دول ربما ما صالح وقت البرنامج انتهى شكرا جزيلا ضيوفي الكرام أستاذ الفراخي أستاذ رزرازي والسد منار شكرا لكم كثيرا بهذا مشاهدين الكرام نأتي لختم هذا البرنامج الخاص الذي ناقشنا من خلاله برنامج مصالح الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجول لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في قضايا الإرهابي والتطرف شكرا لطيب المتابعة اشتركوا في القناة